أن وجود منخفض يتمركز تحديدا على البحر بدأ انتداده يشمل مناطق الساحل يعني ستبدأ السحب في التضفق والظهور واحتمال لتكون خلايا رعدية وأمطار إن شاء الله متوقعا مساء يوم وهذه الليلة وأيضا يوم الغد على المناطق الغربية مناطق شرق ليبيا نتوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيا باتجاه الشرق وغدا تصل هذه التقلبات وظهور السحب وأمطار متوقعة غدا على الساحل الشرقي فرصة الأمطار ستكون جيدة أيضا التبريد سيكون حاد واحتمال لهطول حبات البرد ليبعروف عندنا في ليبيا بالتبروري فبالتالي سيكون فيه انخفاض واضح في درجات الحرارة بالإضافة مع رياح نشطة باردة على العديد من المناطق هذا كوصف عام لحالة الطقس خلال هذه الليلة ويوم الغد وتستمر هذه الوضعية خلال الأيام القليلة القادمة حيث ستتعتر بظهور السحب المنخفضة وأمطار ستكون متفرطة خلال الأيام القليلة القادمة ما أكثر المدن التي ستشهد تساقط للأمطار وكم مليلتر متوقع أن يصل معدل التساقط؟ حسب خريطة الطقس نتوقع أنها ستكون المناطق الغربية سواء كان طرابلس أو الزاوية ستكون أمطار جيدة وحتكون ممكن سبب في عرقلة حركة السير نتيجة للتهالك الطرق وعدم سيانتها وعدم توفير سيارات سحب المياه من البرك التي ستحدث عبره طول الأمطار نعم ما الرسائل أو التوجيهات التي توجهها للمواطنين في ظل حدوث هذه المنخفضات؟ دائما ننصح المواطن بأخذ الحيطة والحذر في وضعيات مثل هذه عبر التنقل من خلال الطرقات لأن حتكون فيه بيرك مائية حتكون فيه انجرافات لبعض الطرق فبالتالي ننصح لأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل عبر الطريق العام اشتركوا في القناة